يواصل المتحف القومي للحضارة المصرية استقبال الجمهور والزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك ويفتح المتحف أبوابه يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً وسط اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية 50 ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث يضمها المتحف القومي للحضارة المصرية الذي تجهز في أبهى صوره لاستقبال ضيوفه وزائري خلال أيام العيد المتحف القومي للحضارة المصرية هو من أهم المتاحف اللي بتتكلم عن الحضارة في الشرق الأوسط إحنا بنبرس فكرة الحضارة من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث والتراس بنأكد كمان على بعض الموضوعات اللي بتهم الحضارة إزاي المصر القديم بنى حضارته إزاي كان بيعيش فين كان بيأكل إزاي إيه الأهم الأكلات اللي كان بيأكلها زي مثلا إحنا بنبرز الخبز اللي هو كان من أهم المؤن عند المصر القديم المتحف القومي للحضارة يقع في مدينة الفستاد بالقاهرة على مساحة تصل إلى 33 فدانا ويعرض إنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر كما يحتوي على نماذج وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وهو ما كان حافز للجمهور لزياراته خلال العيد باعتباره مقصدا سياحيا وأثريا مهمة قاعة النسيج بنعرض فيها النسيج المصري اللي تم نقل محتويات متحف النسيج حوالي أكتر من 650 قطعة 400 قطعة تم نقل لهم من متحف النسيج و250 قطعة تم اختيارهم من مختلف المتاحف زي متحف المصري في التحرير ومتحف المانيال والمتحف الإسلامي أنا جاي نعرض في العيد أخذ معي الأطفال بحاول أن أوريهم عظمة البلد وجمال المكان وأنا بصراحة فجأت من الوضع وشيء مبشر وحاجة جميلة ويستطيع الزائر أخذ فكرة متكاملة عن مقتنيات النسيج المصري عبر العصور بدءا من عصور ما قبل التاريخ وصولا للعصر الحديث والمعاصر وذلك من خلال متحف النسيج الذي تم افتتاحه مؤخرا وهو ما يمثل عكاسا لحجم الوعي لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية وحرصه على التعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال زيارة المتاحف والمواقع الأثرية أحمد الحسيني التلفزيون المصري